بالكتر السياسية الموجودة حالياً المتصدية للسلطة والتي تعلمت على أساسها وأيضاً رتبت وضعها في أنه شون تعيد نفسها بالانتخابات مرة ثانية أنا شايف أنه لا يمكن بالنتيجة أن يستمر نظام من هذا النوع لا يمكن لا يمكن لأن التراجع يبقى مستمر يصل إلى مرحلة الانفجار الناس ستصل إلى مرحلة تخيل إذا نزل في سعار النفط لمدة سنة ثانية تحت الأربعين أو حتى تحت الخمسين نقول الخمسين قد نقول مشكلة ستصبح ثورة جاعة حتى الموظفين الموجودين في الدولة اسمها غير قادمين على دفع رواتبهم وبالنتيجة يحصل الانفجار في المجتمع وهذا يكون نهاية للنظام السياسي ونهاية للسلطة الموجودة وبالتالي هذه راح تكون إذا الأمور بهذه الصورة دكتور ما راح تعتبر نهاية لنظام السياسي وإنما أزمة اقتصادية حصلت وبالتالي من الممكن أن تجد القوى السياسية الماسكة بالسلطة حلول وقتية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية ما حصل في تجربة داعش ما تقدر تلقى حلول وقتية لأن الضغط اللي راح يصير عليها بسبب عدم موجود موارد للدولة ما راح تقدر تخليهم يلقون حلول يعني اليوم احنا معتمدين 93% 94% على النفط في كمورد أساسي في تربية حاجيات الناس ترجمة نانسي قنقر